اشتركوا في القناة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من فقه الصيام ما زال حديثنا مستمرا عن المفطرات التي يفسد بها الصيام وانتهينا في الحلقتين السابقتين من الكلام عن جملة منها وهي مفطر الجماع والأكل والشرب وخروج دم الحيض والنفاس ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن المفطرين المتبقيين معنا وهو الاستقاء عمدا والردة فنقول المفطر الرابع أيها الإخوة الاستقاء عمدا أن يتعمد الإنسان أن يستقي ما في جوفه أن يقي كأن يدخل أصبوعه مثلا في فمه ويستقي أو نحو ذلك فمن استقاء عمدا فقد أفطر وفسد صيامه لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه القضاء يعني من غلبه القي ومن استقاء عمدا فليقضي ومعنى ذرعه كما ذكرنا غلبه وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على فساد الصوم بتعمد القي وممن نقل ذلك الإمام ابن المنذر حيث قال وأجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا وأيضا هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كما هو مقرر في كتبهم إلا أنهم اختلفوا في المقدار في مقدار القي الذي يفسد به الصيام فقال بعضهم لا يفطر إلا بملء الفم ومنهم من قال لا يفطر إلا إذا كان نصف الفم والأقرب للصواب قول من يرى أنه يفطر القي قليله وكثيره على السواء لإطلاق الحديث فيها وهو الحديث السابق من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها فكذا لا فرق بين قليل القي وكثيره وأما من غلبه القي من غير أن يتعمد فإن صيامه صحيح ولا يفطر بذلك بلا خلاف إلا إذا تعمد بلع شيء منه بعدما خرج فإنه يفسد وكذا قال المالكية والشافعية قالوا إذا رجع شيء من القي من غير عمد فسد صومه والأقرب أنه لا يفسد مدام لم يتعمد البلع المفطر الخامس أيها الأحبة الذي يبتل صيام الردة نسأل الله لي ولكم السلامة والعافية وأن يثبت قلوبنا على دينه والمقصود بالردة كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه فمن ارتد عن الإسلام فقد فسد صومه بلا خلاف بين الفقهاء كما قال ابن قدامة في المغني قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه عليه القضاء وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه والكلام لابن قدامة قال وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال الله تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وذلك أن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة انتهى كلامه ويلزم المرتد أيها الأحبة التوبة إلى الله تعالى بالعودة إلى الإسلام وإذا تاب وأسلم كالكافر الأصلي وقيل بل يلزمه القضاء لأنه كان مقرا بالإسلام فليس هو كالكافر الأصلي ومن المعلومة أيها الأحبة أن الردة عن الإسلام قد تكون بسبب اعتقاد يعتقده الإنسان كمن اعتقد أن لله تعالى صاحبة أو ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد يرتد المسلم بسبب شكه في أحد أركان الإيمان مثلا وقد يرتد بكلمة يقولها كمن سب الله تعالى أو سب دينه فإنه يكفر بلا خلاف بين الفقهاء وكذا من سب نبي من الأنبياء وقد يرتد بعمل من الأعمال يفعله كمن يهين المصحف عالما عامدا ويعلم أن هذا مصحف وكتب الفقه على اختلاف مدارسها فيها أبواب مخصصة في بيان ما تقع به الردة وما يترتب عليها بالنسبة للمرتد من حيث صومه وصلاته وعقد زواجه وإقامة الحد عليه وغير ذلك من الأحكام الفقهية والناس في موضوع الردة بين طرفين بين إفراط وتفريط فمنهم من يتسرع في تكفير المسلم الذي ربما وقع في شيء من الكفر يكفره من غير مراعاة للشروط والضوابط التي لابد من توفرها وهؤلاء المتسرعون في التكفير على خطر عظيم فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه رجعت على الشخص المكفر والحديث رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهم والطرف الآخر الذي يعتقد أن المسلم مهما فعل من المكفرات لا يكفر وأن الردة لا يتصور وقوعها من المسلم وهذا غلط أيضا ولو كانت الردة لا يمكن أن تقع من المسلم لما حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ الآية وبقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم ارتدوا ولقد قالوا كلمة الكفر قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال سبحانه وتعالى عن قوم استهزأوا بآيات الله بالله واستهزأوا بآياته واستهزأوا برسوله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وفي سورة العمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نسأل الله السلامة والعافية فيجب على المؤمن أيها الأحبة أن يحافظ على دينه وليسأل ربه أن يثبته على الإيمان وقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال صلى الله عليه وسلم إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لقلوبنا على دينه اللهم لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذه أيها الأحبة أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض والنفاس والردة والاستقاء عمدا ونتحدث في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى عن مفطرات أخرى هي محل اجتهاد بين أهل العلم فإلى أن نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة